بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هندس طريس دان والنهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض حل مشكلة الرسالة اللي طلعوا قدامك بالشري كده لما تيجي تستطب برنامج من برامج ماكسوفت افس المشكلة بتزهر لك غالبا لما تيجي تستطب برامج اوفيس الفين وتسعتاشر او اوفيس الفين وستاشر او اوفيس ستمية خمسة ستين بتلاقي ظاهر لك الرسالة قدامك دي كده يقول لك ويفضل يلف ويدور ويفضل كده يجيب لك الرسالة دي قدامك ويطول فيها ممكن يوعد معك لحد بكرة مفيش اي حاجة دي بتتغير دي بتبقى مشكلة عندك في تسطيب على الجهاز بتاعك النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي تحل المشكلة دي في خطوات بسيطة جدا 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 تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي هنحل المشكلة دي اول حاجة هتيجي تحت كده على الشريط لتحت ده ودوس عليه كليك يميل وتختار تاسك مانجر وتيجي هنا اي حاجة فيها مايكروسوفت اوفيس تقفلها تختارها كده وتقول له اند تاسك ورا كمان اند تاسك تمام لو في اي حاجة تانية هنا برضو مايكروسوفت اوفيس دور عليها وقفلها تمام خلاص كده ما فيش عندي حاجة تانية ماكروسوفت اوفيس هاقفل بقى تاسك مانجر كده وحاجة تحت هنا على قائمة وحكتب في السرش بتاعي كلمة رن هايزهر لدي كده هاختار رن دي كده واشغلها حاجة هنا في الرن كده واكتب الكود ده علامة مية في المية وكلمة وعلامة مية في المية تاني وادوس بعد كده انتر حاجة هنا احدد كل الملفات دي كلها اللي موجودة في الفولدر ده كده واعمل لها طبعا معظم الملفات هتتمسح لكن في بعض الملفات هتفضل ومش هتتمسح هقول له مش مشكلة خالص هقول له دو زي سفر وقول له بعد كده هقفل دي كده وبعد كده هاجي تاني على قائمة هنا كده وفي السرش هكتب كلمة رن تاني واختار رن وهاجي هنا كده في المكان ده واكتب ار اي جي اي دي اي تي وبعد كده هدوس اوكي هتفتع معي شاشة بالشكل ده كده هروح بعد كده على الاختيار ده كده وهروح بعد كده على وبعد كده على مايكروسوفت ودور هنا على اوفيس اهو اوفيس كليك يمين عليه كده وقول له وانزل تحت لحد ويندوز اروس على السهم الصغير ده وبعد كده وبعد كده اروح دور على حاجة اسمها بوليسيز اهي اروس على السهم الصغير ده واقف كده على هتلاقي فتح لك في الجنب هنا قيمتين مكتوبين واحرم انه اسمها هتيجي عليها كده كليكي مين وتقول له وبعد كده تقول له يس وبعد كده تروح لجهاز الكوميتر بتاعك وتعمل له رستارت وبعد ما الجهاز يعمل رستارت بتاعك تاني هنبدأ نجرب عملية تسطيب هعمل رستارت لجهازي وارجع تاني اجرب معاكم ونشوف هيحصلين بعد ما الجهاز فتح تاني وعملت رستارت هولي الجهاز تعالوا هنسطب برنامج لأوفيس تاني ونشوف اللي هيحصل تمام زي ما انشوف كده قدامك اهو كمل عاري جدا اهو وبرق تحت هنا تظهر لي الايقونة تحت التسطيب اهو تحت هنا اهيه لو دوست على كده خلايا برق يسطب فعلا اهو اهو شغال بعد اهو شغال معي اهو عشرة في المية احداشر في المية وحيبدأ يكمل معاك التسطيب لحد ما يخلص مية في المية وزي ما انشوف قدامك كده اهو برق فعلا عملية تسطيب اهو وهنا وصل للتمتصر في المية وشغال فعلا عملية تسطيب مية مية زي اللي فيش اي مشكلة خالص وهيكمل معاك لحد الاخر وبكده النهاردة نكون قدرنا نحل مشكلة تسطيب الاوفيس على الويندوز وبكده يكون درس النهاردة انتهى ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشاني انصلا كل فيديو جديد بنزله على قناتي وكمان تعمل لايك وشير للفيديو ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته